أوقفوا دوامة القمع دي افتتاحية الواشنطن بوست واتكلمنا كتير هنا في آخر كلام على الفرق ما بين مقال الرأي والتقرير الصحفي وافتتاحية الصحيفة أو رأي هيئة التحرير أو غرفة التحرير فاللي احنا قدامه النهاردة مش مقال رأي الصحفي ولا باحث احنا أمام موقف الواشنطن بوست من اعتقال هشام قاسم تعالوا نشوف مع بعض الواشنطن بوست قالت إن برح مصر تسجن أصوات المعارضة أنه دوامة القمع وكلموا على موضوع دوامة القمع ده بالتفصيل وبيقولوا بيعرفوا بهشام قاسم هو مين كان رئيس سابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان كان ناشرا في المصر اليوم وهي صحيفة مستقلة في عام 2007 تم تكريمه من قبل مؤسسة الديمقراطية بجائزة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية وكان مدافعا قويا عن الصحافة المستقلة في مصر انتقد بشدة حكم السيد السيسي في وقت وصفه وصف السيسي بالمناسبة بأنه حاكم سلطوي عسكري وقالوا أن مصر تمر بأزنة اقتصادية عميقة تعالوا زي ما تعودنا في التقارير اللي زي دي نشوف الواشنطن بوست ركزت على إيه وطلبت النظام المصري بإيه وإيه الحقائق والمعلومات اللي أوردتها في هذه الافتتاحية ده هشام قاسم اللي قال إن فلوسه الخمس تلاف جنيه اللي طلبوا أنه يدفعها كفالة قال إنها أشرف من عبد الفتاح السيسي ونظامه ورجالته فالسيسي هنا القضاء بتاعه قال أو النيابة قالت لهشام قاسم ادفع خمس تلاف جنيه عم الشام يعني حوالي 150 دولار تقريبا وإحنا نطلعك فهشام كتب على تويتر إن أنا فلوسي أشرف من عبد الفتاح السيسي ورجالته كلهم الواشنطن بوست بتقول أصدر الرئيس المصري الاستبدادي أو السلطوي يوم السبت عفوا عن أحمد دومة بعدها بأيام اعتقلت السلطات هشام قاسم الناشط الديمقراطي البارز بتقول الواشنطن بوست هكذا تسير دوامة القمع في مصر بلا تهم أو محاكمات مفيش أي حاجة هي دوامة الكل بيدور فيها إطلاق صراح حفنة قليلة من السياسيين ثم احتجاز المزيد منهم يمكن احنا اتكلمنا عن ده في فقرة نظام الرهائن أو المبارح وقلت لحضراتكم أن هم بيدخلوا اتنين بيطلعوا اتنين يدخلوا مكانهم عشرين واحد أو أكتر بتقول الواشنطن بوست أن بعض التغيير الذي يجب أن يحدث لا يقتصر فقط على السيسي دي بعض التصريحات اللي قالها هشام قاسم وجعلته في مرمى نيران عبد الفتاح السيسي بتقول أنه هشام قال أن التغيير الذي يجب أن يحدث لا يقتصر فقط على عبد الفتاح السيسي مصر بحاجة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وإبعاد الجيش من السلطة وربط ما بين الاتنين قال أن إعادة هيكلة الاقتصاد مش هتحصل غير لما نبعد الجيش من السلطة وده طبعا خط أحمر عند السيسي قام هشام قاسم بإطلاق اتلاف الطيار الحر المعارض لعبد الفتاح السيسي وسعى مرارا وتكرارا إلى فتح الفساد وإدانة القمع المستمر لدى السلطات المصرية يبقى هنا الواشنطن بوست بتلخص لنا أو أسباب اعتقال السيسي لهشام قاسم بعدين بتحكي المقال أو بالافتتاحية بتقول لنا إين اللي حصل بقى من أول الاعتقال بتاعه فبتقول أنه تم اعتقال هشام قاسم يوم 20 أغسطس بسبب اتهامه وزير العمل السابق كمال أبو عيطة بالسب والقذ ده البلاغ اللي قاله كمال أبو عيطة عرض المدعي العام إطلاق صراحه بكفالة قدرها خمس تلاف جنيه حوالي 150 أو 160 دولار هشام قاسم رفض هذا الأمر ورفض الدفع قائلا إن الاحتجاز غير عادل وقال أنا أشرف من عبد الفتاح السيسي وكل رجلاته ونظامه أيضا اعتقل في اليوم التالي بتهمة السب والقصف والاعتداء على زابط في الشرطة المصرية بعد كده بتنقلنا الواشنطن بوست للمشهد الأعم منه هشام قاسم وهو مشهد حقوق الإنسان في مصر فبتقول أن السيسي حاول إخفاء أهوال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في السنوات الماضية عن طريق بعض الإجراءات أول حاجة أصدر عفوا عن مجموعة من السجناء وهو عدد قليل عمليات الإفراج يتبعها دائما مزيد من الاعتقالات دوامة القمع اللي الواشنطن بوست عنوانت بيها هذه الافتتاحية يستخدم الحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون توجيه اتهمات وده اللي بيحصل مع عدد كبير جدا وأيضا هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر الآن بتذكرنا الواشنطن بوست بالواقع الموجود في مصر دلوقتي الحقيقة افتتاحية الواشنطن بوست أنا كنت اتكلمت يوم اعتقال لشام قاسم وقلت لحضراتكم أن شام له ثقل لدى الغرب وله ثقل لدى الصحافة الغربية لما له من تاريخ في الصحافة المصرية وفي الدفاع عن حقوق الإنسان وبالتالي افتتاحية الواشنطن بوست ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وعلى عبدالفتاح السيسي ورجلته أنهم يستحملوا الصداع ووجع القلب والانتقادات والتقارير والافتتاحيات اللي هتحصل بداية من مبارح من الواشنطن بوست بالمناسبة الافتتاحية بتاعة الواشنطن بوست دي عامل انتشار واسع جدا يعني ناس ترجمتها بالعربي ونس نشرتها بالانجليزي صحفيين أجانب اتكلموا عنها وبالتالي عبدالفتاح السيسي أمام أزمة جديدة اسمها اعتقال شام قاسم هو عنده أزمة أصلا موجودة اسمها اعتقال على عبدالفتاح والضغط اللي بيحصل من داخل بريطانيا دلوقتي عنده أزمة جديدة اسمها اعتقال شام قاسم والضغط اللي هيواجهه من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية إلى متى سيصمد عبدالفتاح السيسي أمام هذه الضغوط ده اللي نعرفه الفترة الجاي شكرا